خلينا اتنقل مع حضراتكم لموضوع الشهادات الناس ملاش سيرة منذ طرح الشهادات الا متى ينتهي اتاحة الشهادات رقم معرفش مدى صحته بس حيكون معانا مداخلة بيقول انه يعني انا النهاردة احد البنوك في البنك الاهلي مدير احد الفروع قال ليه انه اخر احصائية علنت كانت 70 مليار وانا لا اعتقد ابدا انه يكون الرقم قفز الى 304 في خلال الوقت الاولاي بس هنشوف يعني قد يكون المهم في الموضوع انه اتقال تصريحات انه قد تكون خلال ايام قليلة رغم ان هذا النوع من التصريحات بيوضيف اعباء فظيعة على الموظفين في فروع البنوك هتخلص الشهادة او بالكتير لغاية اخر الشهر الحاجات الطيبة بقى اللي تقالت في الخبر انه 60% من حصيلة الشهادة جت عبر قنوات رقمية يعني عن طريق الابليكيشن عن طريق الكول سنتر انت بتكلمه وتقوله طب شوف لي طب اقدر افك طب اخسر طب حكسب الاهلي النت والاهلي موبايل ومركز الاتصال وغيره من الحاجات الخاصة ببنك مصر والخبر التاني الكويس انه الشهادة دي استقطبت 35 ألف عميل جديد عشان الناس قالت لك ما معظم اللي هيشتروا كان عندهم شهادات فكوها وجم جابوا الشهادة اللي كان المصدر من البنك الاهلي ففي 35 ألف عميل جديد انضم للبنك الاهلي منذ الاعلان عن طرح هذه الشهادة البنك المركزي اعلن النهاردة وده خبر طيب جدا ان سوء الصرف شاهد حراك ايجابي كبير من يوم الاربع 11 يناير الماضي حيث ارتفع سعر الدولار ل32 جنيه يوم الاربع قبل ما يبدأ في الهبوط ليسجل 29 واحد وستين بنهاية تعاملات النهاردة البنك قال انه تم رصد مجموعة مؤشرات ايجابية منها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الاجنبي من السوق المحلية من تحويلات المصريين في الخارج من قطاع السياحة كمان عمليات دخول مستثمرين اجانب للسوق المصري مرة تانية اللي قلتلكم عليها في بداية الحلقة النهاردة في المقدمة من الاربع الماضي بمبالغ تخطط فيه ستة ايام عمل فقط ومن ضمنها طبعا كان فيه الجمعة والسبت هي يبقى اقل حوالي اربعة ايام عمل تخطط 925 مليون دولار امريكي دكتورة مروى الشفعي خبيرة الاقتصاد مساء الخير يا فندم مساء النهار يا فندم على حضرتك وعلى جميع السادة المشاهدين دكتورة مروى هل فعلا ممكن تكون يعني هل الخبر ده صحيح ممكن تكون حصيلة الشهادة الجديدة وصلت لتلتمية وخمسة مليار جنيه او اكيد وفقا لما تم الافصاح عنه من البنك الاهلي وبنك مصر ايوا يعني ايوا مسؤولين عن هذه البيانات اه طبعا ممكن جدا ممكن يعني طيب اه طبعا بسبب لانه هو ايام الاجازات كان الزملاء موجودين وكانوا بيستقبلوا العملاء في الفترة دي ايوا كان في 166 فرع فعلا شغالين الجمعة والحد اللي كان اجازة علشان 7 يناير عيد الميلاد المجيد لكن خليني اسأل حضرتك عن القنوات الالكترونية كمان يصنب اه طبعا ما هو قاله 60% من الشهادات اتيحت عن طريق او تم شراءها عن طريق الانترنت البنك مركز الاتصال او الاهل نت الاهل موبايل وما يشابه في بنك مصر طيب هل حضرتك برضو موافقة على فكرة انه الاتاحة هتبقى خلال الايام ممكن تنتهي بما انها حققت مستهدفاتها واكتر هو الهدف من ده ان انا في الوقت الحالي عندي مشكلة معدل الفيد الحقيقي لان انا في الوقت الحالي عندي معدل الفيد الاسمي ومعدلات التضخم فانا بالنسبالي بسبب وجود الفيدة 25% هو عمل مثلا بالسالب في الوقت الحالي فطبعا ده بيعمل تشوه طبعا عندنا في السياسة ولكن هو طبعا بالنسباله الهدف الاساسي هو سحب السيولة من ايد الناس كل ده بالنسباله برضو علشان خاطر يحارب التضخم اذا فضلا طبعا احنا عندنا مشكلة اساسية في مدخلات الانتاج بتاعتنا كمان ان هي اسعارها مرتفعة جدا فهو بيحاول يسحب السيولة لان النهاردة العدف من البنك المركزي او العدف من السياسة النقضية هي استقرار الاسعار فما ينفعش يكون فيه سيولة متاحة في ايد الناس وبالتالي هو بيحاول هو يحجم الطلب مسألة يعني تقليل الطلب يعني بالضبط يا احد الاليات التي يستخدمها البنك المركزي للتحكم في الاسعار طب قوليني يا دكتور دلوقتي البيان برضو بتاع البنك المركزي بيقول انه من الاربع الماضي يعني اربع تيام عمل فقط او يمكن البيان لو صدر النهاردة الصبح يبقى ثلاث تيام بيقول ان فيه تغير وزيادة ملحوظة في وجود النقد الاجنبي في البنوك من التحويلات المصريين في الخارج وارد علشان يبعد دولار ويشتري الشهادات لفيدتها عالية دي من السوق المحلي ومش فاهم مقصود بيها ايه السوق المحلي اللي هي المصريين اللي كان معهم دولارات ولا ايه بزبط هو الفكرة ان احنا عندنا مصر فيه قطاع غير رسمي كبير جدا قاعدة عريبة حضرتك يعني طبعي فلوث بتاعتها تحت البلاثة فهو في الوقت الحالي عمل محفزات عمل سعر بالنسبة لهم ده سعر مغري جدا ان اي حد يشتري بيه سواء اذا كانت الشهادات 28.5% او 25% اضافة كمان ان حضرتك عندك الشهادات الدولارية اعتقد عليها 5 او 5 5 وربع وصلنا 5 وربع طبعا بالضبط فدي كلها اسعار يعني ما كانش بتحصل قبل كده طبعا هو فيه مشكلة ان فيه تكلفة على الشهادات اللي هي مدتها سنة واحدة لان في الحالة دي تكلفتها عالية جدا على البنوك ايه طبعا كمان دي ما بيندفعش عليها يعني اصولي بيندفع عليها احتياطي الزامي كمان وعدك عايف ان هو اتفع من 14% ل 18% فيه مكلفة جدا لا وكمان ارتفاع اسعار الاقراض وصلت ل24 ونص فطبعا يعني لما انا اجي اخد قرد عشان اعمل مشروع ولاقيت فايدة عالية كده طب ما انا حطت فلوسي كاش كده واواخد عليها فايدة 25% انا هاعمل ليه مشروعات فده خطر على الاقتصاد هو خطر فعلا بس خلي بالحضرات حاجة هو في الوقت الحالي للمدة سنة في اي حد ايه بقى لان طب وبعد السنة انا هاعمل ايه فدي برضو مشكلة الناس كمان فيه عندك مبادرة 11% كمان لسه خرجت تعليبا يعني الفترة دي كمان فدي كانوا برضو ان هو يشجع ناسنا تبدأ تشتغل تبدأ تصنع خاصة كمان في ظل ورود تدفقات مقدية دولارية في الفترة الحالية ايوه هو فعلا البيان بيقول ان حوالي 925 مليون دولار يعني فضل لنا 75 مليون دولار دخلوا في وقت قليل جدا بالضبط وسياسة سعر صرف مرن وتحويلات مصريين بالخارج وكذلك قطاع السياحة واحنا اصلا مشكلتنا في الفترة الفات كانت مشكلة الشح الدولاري الخفاض الاحتياطي الدولاري بتاعنا في مصر وعندنا فيه مشاكل فيه اسعار الغذاء واسعار الطاقة وفترة الاستيراد بتاعتنا فطول ما كان عندنا مشكلة في الشح او مشكلة في الدولار عندنا في مصر دي كان بتضغط جدا على الحكومة وتضغط جدا على الشعب المصري كله فوردة تضفقات النقدية دي يعني افتكرا هي بنسبة انها تبقى بمثابة خروج من عنق الزجاجة في فترة القادمة اذا ما تم ادارة الازمة بمنتعى الحكمة ويعني احنا شايفين النهاردة مجموعة من الكارات في منتعى يعني فعلا يعني في راحة تامة بنسبة كلنا خاصة كمان اعلان البنك المركزي كمان عن فكرة المشتقات المالية فده معناه ان احنا هنكمل بسعر صرف مالا ان شاء الله يعني اتمنى ده يتم فعلا اضافة كمان العمل بالمشتقات المالية لانها آلية بالنسبة لنا للتحوط في اسعار العملة فده كمان هيدينا يعني معناه ايه يا فنم العمل بالمشتقات المالية معلش طيب يا فنم المشتقات المالية دي بالنسبة لي ليها اكتر من حاجة زي حاجة مثلا اسمها العقود المستقبلية في عندي عقود الخيار المشتقات المالية دي حاجة تشتق من اسمها بمعنى ايه مثلا اننا دلوقتي خلينا نضرب مثال بسيط جدا للسيدة المشاهدين لو انا دلوقتي بالنسبة لي انا احد هقول يعني انا واحد مصدر واحد مستور فانا بالنسبة لي عايزة استورد مثلا بضاعة من احد الشركات مثلا بعد شهرين فانا خايفة ان سعر بتاحها مثلا او سعر الدولار في الوقت ده يوصل مثلا لخمسة وتلاتين فانا بحاول مثلا فأحاول ادفع من دلوقتي مش قصة هدفع ولكن هتعاقد مع البنت مثلا ان انا بقى خلال شهرين او بعد شهرين في المعادل الهولاني انا هاخده التلاتين طيب البنك المركزي او يعني البنوك بالحالة دي بتكون وسيط مش هي يعني مش هي الشخص اللي هو بيتم التعامل معك بالحالة دي لكن هي مش لاعب اساس هي بس وسيط بيكون في شخص تاني في الناحية تاني بيقول مثلا ان هو هيطيق بقى واحد هو اللي بياخد والتاني هو اللي بيدفع وهذا طيب هل بيتم المعاملة ده مش بتتم بتتم امتى بقى سواء مين اللي كسبه ومين اللي خسر من يتحمل المكسب ومن يتحمل الخسارة على حسب وده في ظل تذبسه باسعار الصرف في الوقت الحالي واحد يتوقع زيادة واحد يتوقع نقص مين بقى اللي بيكون موجود ووسيط في التعامل ده البنك المركزي هو بالزبط كده طيب انا بشكر حدثت الجيد بنيفاني ان فيه ثقة لدى المستثمر الاجنبي كمان في السوق المصرية دهوقتي بعد القرارات الاخير بالزبط خسان كمان في ظل موفق الصندوق النقد الدولي على اقصاد نصر وتدفقات استثمارية في الفترة القادمة سواء من الشقاء العرب او المستثمرين في عندنا اكتر من اجراء في الفترة القادمة معناه ان شاء الله هيتم انفراجة الازمة الحالية بإذن الله وان شاء الله برضو نتابع جدواء مع حضرتك في حينه دكتورة مروى الشافية خبيرة الاقتصاد شكرا جزيلا